احنا بدأنا الحلقة اللي فاتيت اتكلمنا في الكاش اند بنك مانجيمنت اخذنا ازاي نكرية البنك اخذنا ازاي نشتغل على نعمل الفورمات الخاصة بالشيك واخذنا بعض الحاجات الخاصة بالبنك ازاي نعمل عملية الانتجريشن ما بين البنك وما بين التشارت اوف اكاونت واخذنا ازاي نعمل الفورمات الشيك واخذنا ازاي نعمل عملية البيمنت لما تجي تعمل عملية المورد بشيك او تجي تعملها عن طريق واخذنا ازاي تعمل واخذنا الحاجات الخاصة بجزء الخاص بالترانز اكشن في الكاش اند بنك مانجيمنت نهاردة ان شاء الله هنتكلم في حاجات مهمة جدا وهي انا 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 ا المناقصة. طبعا انا بدخل اعد المناقصة عندي وبعمل التسعيره وبرسلها للكاستمر. طيب. في الحالة دي هتلازي مصدر حاجة اسمها خطاب ضمان ابتدائي. الخطاب الدمان الابتدائي ده وبعد كده بيتحول بعد فترة لخطاب ضمان نهائي لما المشروع بيرسع علي. فالفكرة ان ان الكاستمر عايز يضمن ان انت فعلا جاد في المناقصة بتاعتك او في البروجيكت اللي انت بتاخده. وفي نفس الوقت عايز ان انت برضو يضمن بشيء او او يبقى عنده ضامن انك هتنفذ المشروع بالكفاءة المطلوبة. فلزلك بيتم عمل خطاب ضمان ما بين الكاستمر وما بين الفيندور. طيب اده حاجة. برضو لو انت عايز تشتري بضاعة من اه مورد مثلا. فطبعا لازم يبقى موجود فيه خطاب ضمان. هو طبعا يعني اكشوال موجود هنا في السوق او موجود في السعودية او موجود في البلد. ما ببقاش فيه خطابات ضمان ما بينك وما بين المورد. لكن اه ممكن المورد يقول لك لا يا عم انا مش مش هورد لك بضاعة. الا ما يكون فيه خطاب ضمان. او انت او بالعكس ان انت مسلا بتدلو دفعة مقدمة. وعايز برضو خطاب ضمان مقابل للدفعة المقدمة ديت. فانت اه يبقى يبقى فيه لازم يبقى فيه دوكيومنت البنك بنعمل جارانتي. فلازم يبقى فيه دوكيومنت بينك وبين المورد او بينك وبين الكاستمر. فكرة كلها ان هي بتضمن ان انت توفي بالاتفاق اللي بينك وبين المورد او اللي بينك وبين الكاستمر على حسب نوع الدوكيومنت. طيب يبقى احنا كده بنتكلم في طيب انواع خطابات الضمان. فيه خطاب ضمان اعتدائي. اللي هو البيد لتر اوف جارانتي. وفيه خطاب ضمان انهائي لهو البرفورمانس. وفيه خطاب ضمان ريتنشان. لو انت مثلا بتقدم خدمة لكاستمر. وفي نفس الوقت الكاستمر ده بيحجز منك مبلغ معين. فالمبلغ معين ده ممكن تعمل بخطاب ضمان مع او بيحجز منك مبلغ ما ما بيدفعلكش مبلغ معين من الفاتورة. بيحجزه عندك ويسمى ريتنشان. دي هنبقى نشوفه في البروجيكت. فلما بيحجز المبلغ ده انت ممكن تعمل خطاب ضمان خاص بالريتنشان. او فيه خطاب ضمان لو دفعة مقدمة. لو انت كمؤرد مثلا بتتعامل مع عميل. وطلبت منه دفعة مقدمة ممكن ايه برضو انت بتصدر خطاب ضمان عساس الضفعة المقدمة. يبقى في النهاية الضمان زي ما قلت هو خطابات الضمان هو الضامن اللي بينك وبين الكاستمر او بينك وبين الفندور على حسب المعاملة بتاعتك. فااا البنك بيكون هو الوسيط في الحالة ديات. ان هو بيضمن لو بفرضنا ان انت مسلا اا بتقدم خدمة الكاستمر. طيب ففي الحالة ديات انت بتعمل ايه? بتصدر خطاب ضمان. بتاخده من البنك بتعمله او للمستفيد. بتبعت له خطاب الضمان ده. واخطاب الضمان ده بيضمن البنك بيضمن للكاستمر ان هو اا بيضمن له المبلغ اللي هو المحجوز عنده. انه ان الكاستمر بمجرد ما يطالب به بسبب سوق ده من المؤرد او بسبب ايا كان السبب اا خلل في العقد اللي بين الكاستمر والفندور. ففي الحالة ديات ممكن الكاستمر يحصل على قيمة خطاب الضمان. فده مبدئيا تعريف خطاب الضمان او الخطاب الضمان ايه بيتم اصداره. ليه? جميل جدا. يبقى ملخص رياه كده تاني. عشان اه على خطاب الضمان. يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه فايدة خطاب الضمان? خطاب الضمان ده دلوقتي زي ما قلت اديت مثال عندكم ان فيه كاستمر وفيه اا او فيه بندور بيقدم خدمة ليه? الكاستمر ده. يعني مسلا زي ما قلت المسال من الاول ان احنا انا فيه مناقصة اخدت المناقصة دياً. فبعمل الحاجة اسمها خطاب ضمان التدائي وبعدين خطاب ضمان النهائي. البنك هنا بيكون هو الوسيط عشان اه بيضمن ان انت بتقوم بتأديد انت كمورد بيضمن ان انت بتأدي الخدمة على افضل وجه او على حسب المتفق عليه مع الكاستمر. وبالتالي زي ما قلت وخطاب الضمان ده خطاب اه بيتم اصداره من البنك. فانت بتاخد خطاب الضمان ده از اه بندور وبتقدمه للكاستمر. فالكاستمر بيضمن حقه عن طريق خطاب الضمان وممكن يطالب به في اي طيب. فانا مسلا ان لو دخلت عندي بدخل في الكاش اند بنك مانجمينت. طبعا الخطاب الضمان هنا بيتم اصداره منين? مش من هنا من من شاشة الكاش اند بنك مانجمينت ده بيتم اصداره بنقلا على المعاملة. يعني لو كانت المعاملة سيلزو اردر او بشيز اردر ازا هيتم اصداره من شاشة او طلبه. خلا نقول طلبه مش اصدار. خلا نقول طلب يعني انا دلوقتي بفتح مشروع جديد او عايز اصدار خطاب ضمان ففي الحالات ديات انا من شاشة البروجيكت بعمل خطاب الضمان وبعمل له سند بيجي لي هنا في شاشة الكاش اند بنك مانجمينت. علشان ابدأ اكمل الاجراءات ان انا بمعته للبنك والبنك طبعا بيرسله لي تاني وبعدين انا باخده اسند واعمل له سند للبنيفشاري او للكاستمر. فاذا بس انا لازم قبل ما ابدأ اعمل خطاب الضمان من اي شاشة سواء كانت شاشة كاستمر او فيندر او بروجيكت. طيب يبقى انا دلوقتي يبقى قبل مصدر خطاب الضمان زي ما قلت من اي شاشة من شاشة كاستمر او فيندر او بروجيكت. لازم اعمل عندي بعض الاعدادات في الاشياء كاستمر بانك منجمينت. عشان الاعدادات ها انا هبدأ بناء عليها السيستمر ها يبدأ يشتغل واسمح لي باصدار الخطاب الضمان. طيب. فمثلا هنا بروح للكاشة اند بنجمينت طبعا بخش على السيطب. بدخل هنا في حاجة اسمها كاش اند بنجمينت بارامترس. بدخل على البرامترز دي في الاول. لو دخلت هنا على البرامترز على الجنرال منزلت تحت هنا بلاقي فيه بنكدوكيومنت الخاص بالبنك المثال التسهيلات اللي بتتعامله مع البنوك مثل letter of guarantee بانكدوكيومنت فانا لو دخلت على بانكدوكيومنت في هنا بعض الاعدادات اللي يجب ان يتباع منها هي بالدفولت تبقى disabled فانت بتدخل عليها لو انت عايز تشغل letter of guarantee فانت بتعمل activate ومجرد ما عملت اكتيفيت او 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 بيقول لي الجورنال ايه هي ووظفت الجورنال ده لان انا لما باجي اصدر خطاب ضمان ففي الحالة ديت البنك بياخد عمولة مني ففي الحالة ديت لازم العمولة لازم السيستم وانا بصدر خطاب الضمان ان السيستم يكاريت عمولة او اه يكون فيه جورنال عشان يعمل ترحيل للعمولة ديت فالجورنال ده الطيب بتاعه it is a it is daily فانا باختار بكون انا عندي في الديل هنا طبعا احنا شرحنا ازاي تكاريت جورنال نيم وكل ده مشروح بس سوت زي ما انتم شايفين بالكاريت هنا بتروح في النام وبكاريت جورنال نيم اسمه الجورنال والطيب بتاعه اهم حاجة انه بيكون ايه ديلي جورنال طيب بعد ما كريتت الجورنال براح اعمله سيلكت هنا فيه في الترانز اكشن جورنال يبادئ اول خطوة ان انا عملت المملأ لـ letter off guarantee. اذا ما افعله بمن اي مكان كتابل من فرصة على اي مكان من الـ project او من الـ بي او من السلذة, السيستم هنا مش هيسمح لي ان انا نصدر خطاب في النظام. وبابدأ فعل قبل اول خطوة ان انا بعمل enable letter off guarantee وبسيختة ترانز اكشن�ورنال ايه الخطوة التانية؟ الخطوة الثانية أنا انا بروح اعرف الفاسيليتي والفاسيليتي جروب فأنا باجي هنا بانزل هنا لو في حفيه حاجة اسمها بنك holidays يعني التسهيلات البنكية التسهيلات اللايه البنكية وديم هما جدا طبعا لنحن نتتحدث في بتسهيلات البنكية باجي على الاسمائية هنا وبعمل نيو بضيف الفاسيليتي اللي عندي في حاجة اسمها import collection letter of credit letter of guarantee اللي احنا بناخده اللي هما letter of credit و letter of guarantee تعتمدات مستندية واختباط الضمان المنستف scoop المنستفج على س worked وهو للحضر الس鉛 انا نستفج او بتجيب بضعه من بره. طيب يبقى انا عندي letter of credit و letter of guarantee. يبقى انا بنشئ facility group طبعا دي عندكم بالدفولت بتبقى فاضية. ما فيه زي دي كتاب بتعمل new وبتعمل LG نوع اسمه letter of credit او letter of guarantee. وبتعمل نيو تاني LC او letter of credit. جميل جدا. يبقى دي اسمها facility ايه? group. بعد جده بقى facility types. اللي هي ايه? اللي هي الانواع بقى التفصيل اكتر يعني letter of guarantee it is only group. بنروح نحط تحتها مثلا اا bid letter of guarantee. بنروح نحط تحتها performance. بنروح نحط تحتها advance payment. اللي هي انواع خطابات الضمان. اللي هي انواع ايه? خطابات الضمان. فانا باجينا على facility type. زي ما انتو شايفينها هوت مثلا اي دي في بي. اللي هي advance payment. آآ. بونت. اللي هي ايه? اللي هي خطابات الضمان اللي بتصدر مقابل الدفعة المقدمة. يعني زي ما قلت لكم كده المسالة. زي ما قلت انا بتتعامل مع customer والكستمر ده. انا اتفقت معاني ديني دفعة مقدمة عشان نبدأ العمل. فانا في الحالة ديت انا كفيندور. فانا في الحالة ديت. وانا بقدم السيربس للكستمر. الكستمر بيطلب مني خطاب ضمان مقابل الدفعة المقدمة. فبنشئ خطاب ضمان وبرسله للbeneficiary الخاص بي. او الكستمر عشان يضمن المقابل الدفعة اللي هو ايه? الدهالي. طيب. في عندي بيت بونت. اللي هي يا جماعة. اللي هو. الخطاب ضمان البندrina. عندنا بنصدر في حاجة اسمها خطاب ضمان اتدائي. وانت لسه بتعمل مناقصة وانت لسه بتعمل تسعير. بيطلب منك الكستمر خطاب ضمان التدائي فبتعمل حاجة اسمها بيت بونت. اللي هو خطاب ضمان assistant. بتاعي. وعندي اللي هو الخطاب الضماني النهائي. او لو انت جيت الترجمة كده اللي هو الاداء يعني. اللي هو خطاب ضماني الاداء اللي اللي بيضمن ان انت بتقدم بتقدي الخدمة له. بس هو اللي هو الخطاب بتسمي خطاب ضماني نهائي. وعندي الريتنشن ده اللي هو مقابل ايه? الخطاب الضماني مقابل اه المبلغ اللي بيقطعه مني في نهاية او او في كل فاطورة انا بقدمها للكاستمر بيقطع مني نسبة اه هي غالبا بتبقى عشر او في خمستاشر وفي عشرين على حسب الاتفاق اللي بيناكوا بين الكاستمر. يبقى ديت انواح خطبات الضماء. مواضح يا جماعة الغد دلوقتي. طيب جميل جدا. طيب في انا عندي هنا تعالوا نشوف الجزء اللي انا محضر لكم ده كده. نبدأ باللتر اوف جارانتي. هنا اللتر اوف جارانتي از اكايند اوف كونتراكت تيرمز اشود باي بانك اوف بهاف اوف كاستمر. يبقى ده كده هو زي ما بقولك هو ده عقد بيتم يتم اصداره بوسطة بنك الكاستمر. خلاص هو مسلا واحد هيشتري ضعفة ايه اه فروم سابلاير. بيصدر خطاب ضمان للمورد على اساس ان هو ايه اللي هي الالتزامات المالية. يبقى انا دلوقتي انا راجل انا بشتري بضاعة من المورد. المورد ده عايز يضمن لما يورد للبضاعة ان انا فعلا هتديه الفلوس. فانا بصدر خطاب ضمان من البنك او البنك هو اللي بيشيل المسئولية بيتحمل مسئولية الدفعات. طيب او بيقولك ان الكاستمر بيصدر خطاب ضمان في حالة انه مش متأكد انه هو هاي هيسدد الدفعات الخاصة بالمورد. يعني المورد اللي بيطلبها منه. this is common هو طيب جميل جدا يبقى احنا كده بنقول هنا ان المؤرد بيطلب خطاب ضمان من الكاستمر في حالة طبعا ان هو يقدم له خدمة آآ فهو بقدم له الخدمة ففي الحالة دي عايز ضمن ان ان الكاستمر هيددله الدفعات الخاصة بي ممتاز طيب قلنا عشان آآ ايه الاعدادات اللي مطلوبة مني لما اجي اعمل الكاش عند بنكا مانجمينت فانا بدخل على لتر اوف جارانتي بدخل على الكاش بنكا مانجمينت سيتب برامتر بنك دوكيومنت زي ما قلت لكم بالزبط اهوت ان انا بعمل اكتيفيت لي من خلال الكاش اند بنكا مانجمينت برامتر بروح اعمل اكتيفيت بفعل ان ايه ان انا 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 اول خطوة لازم افعل اقول السيستم ايوا فعلا انا هستخدم الليتر اوف جارانتي فانا بعمل تفعيل على الليتر اوف جارانتي ممتاز وطبعا زي ما قلت بسيلكت للايه للجورنال فانا لو رجعت تاني فانا انا اهوت وادسيلكت للايه للجورنال طيب هنا بقول لك خلاص بقول لك عشان ايه تعمل اه غالبا احنا بنستخدم هنا في الليتر اوف جارانتي بنقلي المصارف الايه الخاصة باصدار الضمانات او بسهلة فعادي جدا اهوت من الجورنال اللي احنا تعلمنا ان احنا بنخش بنكرية جورنال اسمه ال جي وبنخلي اهم حاجة الطيب يكون ال جي ليه لان انا لو ما خلتش الطيب ال جي اه ديلي لو ما خلتش الطيب ديلي فهاجي هنا مش هلاقي يظهر معي هنا في السيليكشن يبقى انا اول حاجة لازم اخبالي يعني انا ما خلوش لافاندر ولا كاستمر ولا اي حاجة لازم تديلي الطيب يكون ديلي بعدين قلت لازم نخش نكاريت فاسيليتي جروب وقلنا عندنا الفاسيليتي جروب اتكلمنا في الليتر اوف جارانتي اهو لازم تكاريت الليتر اوف جارانتي على اساس ان ده الفاسيليتي جروب اللي عندش جميل جدا طيب قلنا تاني ايه الحاجة اللي عندنا تاني ان انا هاجي هنا في فاسيليتي طيب فالليتر اوف جارانتي بنك فانا قلت لازم اشوف الفاسيليتي طيب اللي انا بتعامل بها هي ايه يعني الليتر اوف جارانتي او عنواء الليتر اوف جارانتي فانا عندنا 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 حاجة اسمها and idea payment point واندي كلمنا في اللي هو الدخس sowu البيتبوند اللي هو ايه? اللي هو الضمان الابتدائي. يبقى الدفعة مقدمة. قلنا ده ده الضمان الابتدائي. ده الضمان النهائي وده اللي هو الجزء المقتطع من الفاتورة اللي انا اطالب في نهاية العام او في نهاية البروشكت. طيب بعد كده ايه موضوع ده يا جماعة? ده لما انا باجي اعمل اه بوست او بعمل اكتيفيت او او لما بمجرد ما البنك بيصدر لليتر اوف جارانتي ففي الحالة دي فيه مصروفات بيتم خصمها عليها لها مصروفات خطابة ضمان. اللي هي العمول اللي البنك بياخدها. فطبعا فلا لازم هاجي هنا على حاجة اسمها بانك دوكلمنت بوستنج بروفير بحيث ان السيستم اوتوماتيك بحيث ان هو اوتوماتيك يعمل بوست. فانا هنا باجي عندي في حاجة اسمها تشارج اكاونت اهو. اسمها ايه عندي? لا دي. تشارج اكاونت اهو ديت اللي هي البانك فيز. او انت ممكن تفتح حساب تسميه مسلا اه اه لتر اوف جارانتي فيز. فانت بتفتح البانك بانك فيز او لتر اوف جارانتي فيز. فاده في الحالة ديات لما باجي عمل عملية الايه? اصدار خطابات الضمان. طبعا الحسابات التانية ديت احنا اكشوا ولا ما بنستخدمهاش هنا لان ده في الحسابات اللي هو ان انت اه خاصة بالبنك. البنك لا مسلا لو احنا ان البنك مسلا بياخد جزء يعني لو انا بصدر خطاب ضمان بمليون ريال فهل فعلا واقعيا في البنك بياخد المليون ريال البنك ده بيعملهم عملية تجميد وبيحجز المبلغ ده. فلا الكلام ده ما بيحصلش لانه هو انت بتبقى متفق معها على قيمة تسهيلات مثلا بمليون باثنين مليون. وبالتالي هو ما بيعملكش عملية تجميد للمبلغ وما بنحتاجش فيه كيود يومي. لكن اللي فعلا اللي بنحتاج في كيود يوميه هو لتشارج اكاون اللي هو العمول اللي البنك بياخدها. فدية بتسميها بنك ايه? تشارج. طيب جميل جدا. هنا بقى خلاص احنا كده جاهزين يبقى احنا كده الاعدادات بتاعنا بسيطة خالص في اللتر اوف جارانتي سهلة كده يا جماعة خالصات معايا. طيب يبقى احنا الاعدادات بتاعنا بسيطة جدا وسهلة ان انا اول حاجة بخش على البرامتر بعمل اكتيفات لليتر اوف جارانتي زي ما انتش شايفين هنا بدخل هنا لازم اعمل انيبول ليتر اوف جارانتي واختر لها الجورنال بتاعها. يبدأ اول خطوة بتعملوها في الاعدادات. الخطوة التانية ان انا بروح على البنك بكرية الفاسيليتي اللي موجودة عندي او التسهيلات اللي موجودة عندي فانا قلت مسلا ليتر اوف جارانتي وليت اوف كريدت فانا كريتتها. بدخل هنا بقى على الفاسيليتي طيب عشان احدد لكل جروب ايه اللي بتخصه. فقلت انا عندي هنا الدفعات المقدمة عندي الضمان اتدائي. عندي ضمان نهائي واتكلمت في الريتنشان ماني. كابل جدا انشأت انت كده انفضل لك خطوة واحدة ان انت بتروح تنشأ حاجة اسمها بستنج بروفيل. على اساس ان انا لما جزد الخطاب الضمان ايه هو العمولة تنشأ اوتوماتيك. فانا لازم اروح هنشأ حساب اعم اربطها بحساب التشارج اكاون. طيب هنا لو انا مثلا عندي حسابين واحد خاص بيه الليتر اوف جارانتي او واحد خاص بيه الليتر اوف كريدت فانا ممكن احدد لكل حساب لواحد. يعني ايه يعني انا مثلا لو دخلت هنا عملت نيو اهو فانا هنا لو فتحت التيبر. التيبر هنا بيجيب لي ايه? هيجيب لي الانواع اللي كانت عندي ليه الادفانس بايمنت البيت بوند البرفورمانس كذلك. لو انا مسلا اولت ان خطبات الضمان كلها هتتعمل في اه او او انا عندي تو اكاونت للشارج. واحد او عمولة خاصة بيه خطبات الضمان وعمولة تانية خاصة باي ليتر اوف كريدت اللي هي الاعتباض المستندي. فهي baby هنا باختار بدل مختار اكاونت فباختار group. فباجي هنا على الاكاونت و جروب. هقول لوا ان craziest ليتر اوف كريدت اهو. بمجرد ما سيلكت الليتر اوف كريدت. هقول لوا عايز العمولة. هتكون انت فاتح. واحدة خاصة بالليتر اوف كريدت واحدة خاصة بالليتر اوف جارانتي. فانت بتسلكت هنا اللي خاصة بالليتر اوف كريدت. بعد ما تخلص دي بتروح تاني هنا وتعمل نيو. هتختار جروب تاني. اهو. لو انا عندي جروب تاني للل جي. فانا باجي هنا الجي وبختار الاكاونت التاني. يبقى ده بافتراض ان انت عايز ان انت عندك مسلا في دليل الحسابات او في الميزان. عمولة خطاب ضمال وعمولة الاعتمادات المستندية الوحدة. ففي الحالة دي بتختار جروب. اما لو اما كلهم بيسمعوا في حساب واحد فبختار اخر. لكن الافضل طبعا ان انت تختار LG الواحد وLC وتبقى عارف كل عمولة الوحدة هتبقى كاف. عشان كده لما تجي تعمل بوست هجيب لك حساب كل عمولة الوحدة. حسابة. حسابة. انا كده ايه خلصت الاعتادات بتاعتي الخاصة بي. حاجة اخيرة كنت اعزو اللقاري. بتيجي هنا في حاجة اسمها بنك ريزون. وبتضيف لاين اسمه LG. بس اخد بالك لازم تكون عامله في البربس كود. لان انت لما بتيجي تعمل آآ ريكوست. ريكوست اما بتيجي تطلب. يعني انت دلوقتي تخيل ان انت في بروجيكت. او كاريت بروجيكت جديد. وعايز تطلع LG خاص به هستمر معي. فبيجي وانت بتعمل بيقول لك ايه هو الريزون. فانت بتقول له مسلا الريزون هنا LG. يبقى انا دلوقتي لما باجه اصدر خطاب هوريكو دلوقتي واحنا بنصدر خطاب آآ ضمان خاص مسلا ببروجيكت. طب تعالوا نجرب ناخد مساء على البروجيكت كده. لو افترضنا ان احنا اه اه دخلنا عندنا في البروجيكت مانجي منت اندي اكاونتنج. لو انا افترضنا ان انا عندي مشروع جديد. والمشروع ده طبعا انا آآ عايز ارسل آآ خطاب ضمان لآآ الكاستمر. والله انا لسه بعمل استيميشن للمشروع او بعمل مراقصة للمشروع. وانا عايز ارسل له خطاب ضمان. فانت بتيجي على البروجيكت بتضغط على البروجيكت. طبعا بقى كل الامثلة زيها بعدها. يعني انت لو بتعمل 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 كل الفكرة واحدة. الفكرة كلها بس بوريك ازاي ان الخطاب ضمان بيتصدر. انت دلوقتي موجود انت في اه ادارة المشاريع او في ادارة المناقصات او التندرد. وعايز تطلع خطاب ضمان. فانت طبعا عندك البروجيكت او موجود. طبعا احنا مش هنشرح يعني ازاي تعمل البروجيكت او لاشي احد. فباجي هنا اقول له ايه بفتح المشروع او مسلا. دبل كليك. طبعا. طيب باجي اعمل ادت. شاشة البروجيكت. باجي هنا في حاجة اسمها بانك دوكيومنت طيب. اللي هي اللي احنا كلنا بنشرح فيها دلوقتي. يبقى انت بعد ما فتحت المشروع. وعملت المناقصة بتيجي هنا على حاجة اسمها بانك دوكيومنت طيب. وتقول له انا عايز تصدر لي لتر اوف جارانتي. فبتضغط على لتر اوف جارانتي وتعمل سيف. جميل. يبقى انا اول خطوة عندي بعمل ايه? بدخل هنا. على البانك دوكيومنت طيب وبخلي لتر اوف جارانتي. شايفين? دي بقت اكتيفيت معي. ده المكان اللي هندي هصدر فيه خطاب الضمان. يبقى انا دلوقتي انا كبروجيكت او كتندر او كقسم عقود اي ان كان قسم بتاعي باجي هنا شايفين انا هي لونا شايف انا مش هقدر اصدر خطاب ضمانها. لتر اوف جارانتي فانا لازم اجي على البانك دوكيومنت وقول له انا عايز اصدر خطاب ضمان. فباجي اعمل له سيف. وبضغط هنا على اتلاقي دي بقت اكتيفيت معي. شايفين ولا كبر شاشة شوية? اهو. يبقى انا خدوا بالكم عشان انت ممكن تعزب اكتلاع هلان كده. وتلاقي دي كده ايه? دي سيف. ما انتش عارف تعمل معاك سيف. ما انتش عارف تعمل لتر اوف جارانتي دي سيف. دي بقى انت لازم هنا تيجي في البانك دوكيومنت طيب وتقول له انا عايز لو سمحت عايز اصدر خطاب ضمان. وقول له سيف. انت دلوقتي انا بكلمك كايه? كبروجيكت. انت شغله وانت انشأت مشروع وخلاص وعايز تعمل خطاب ضمان عشان ترسله لكاستمر. فبتيجي على اللتر اوف جارانتي تعمل خطاب ضمان دا للبانك. يبقى انا بابدأ هنا اقول له خطاب ضمان دا للبانك. هنا بقى بيجي الطيب اللي انا قلتلكو عليه اللي هو اللي جي. فانا لازم اكون ضيف. هنا عوض شايفين انا لما رحت اعمل اعدادات. ارجعلي دي كده. النقطة اللي قلتلكو عليها اللي انا بروح هنا في الكريدت اند كوليكشن. اعسف الكاش اند بانك مالجي منت. وباجي هنا لو انا لو انا قلتلكو في هنا في السطب عندي في حاجة اسمها بنك ريزونز. بصوا كده عشان هي النقطة دي ممكن اتحايرك. ولو اعملت ادد. وراحت اعملت ريموف للباربوس ده. خدوا لكم كده وقلت سيف. لو رجعت تاني هنا. وقلت له ريكوست. وقلت له طيب هلا يفاعدش. شايفين يا جماعة كده. كده نفسك انت وقفت. مش هتعرف تكرية الايه? الليتر اوف جارانتي. فانت لازم تكون ما انشأ في البانك ريزون في حاجة اسمها اللي جي. ولازم تكون معلم عليها البربوس كود. ايه الغرض من اللاين ده. فانا بروح هنا تاني وبقول له نيو. اهو ريكوست نيو. انا بصدر الخطاب اهو. او بصدر الليتر اوف جارانتي. فبلاقي اللي جي. جمل جدا. طيب كمت الخطاب كام? فمثلا لو قلت له. قبالك اه. في نقطة مهمة يا جماعة معنا زلطة نسيت اقول لكم عليه. وانا بعمل الاعدادات عندي هنا. في البانك. اه. لازم بعد ما خلص الاعدادات هنا في البانك فاسيليتي. لازم اروح هنا بقى يا جماعة اقول البانك ان اتفقت معه على الفاسيليتي كام? يعني انا كده هنا انشأت انشأت الفاسيليتي. فباجي هنا بقول الفاسيليتي طيب اهو. خلاص انا كده عملت سيت قبل الادفانس بايمنت وعملت سيت قبل البيت بوند وعملت البرفورمانس وعملت الريتينشن وكل شي. لازم برضو هنا يا جماعة النقطة دي اتخذ بالكم منها ان اصلا بيبقى فيه اتفاقية بين وبين البانك. فالبانك بيقول لي مسلا انا هديلك لو سمحت التسليلات بتاعتك هتبقى بس عشر مليون. او هتبقى خمسة مليون او اتنين مليون. فانت انت اتفقت مع البانك ان التسليلات بتاعتك هتبقى مسلا نقول مليون. فانت لازم تيجع على السيستم هنا برضو ونفس الكونتراكت اللي انت عملته مع البانك تنشؤه هنا. فوقتين بالكم. فانا باجي هنا لو روح اشوف لو روحت اشوف الليتر اوف جارانتي في حاجة اسمها بنك فاسيليتي اجريمنت الاتفاقية الخاصة بين وبين البانك. فباجي عليعو. دي نقطة المفروض قبل ما روح انشئ الليتر اوف جارانتي اكون مجهزة. فباجي هنا مسلا نقول له نيو. اهو ناخد مثال. هقول له يو اس ام اف اللي هو اسم الشركة. داش مسلا عشرين اتنين وعشرين. نقول مسلا داش زيرتو الاتفاقية التانية مسلا. جميل. فباجي هنا بيقول لي طيب انت في اي بنك عايز الاتفاقية ديت فانا بختار البنك بتاعه. وليكن البنك ده. جميل جدا. طيب الاتفاقية دي تنتهي امتى? فاممكن احطها سنة سنتين او على حسب ما هي موجود. طبعا اللي اصطرت من النهار ده مسلا اهوت وهتنتهي. مسلا لو انا قلت بعد سنة بعد سنتين زي على حسب ما انا باتفاق مع البنك. اي اي معا. طيب ايه بقى بنود الاتفاقية. فباجي هنا في فاسيليتي هنا بقول له مسلا. والله انا في الدفعات المقدمة. مسلا مع البنك اتفقت معاه على اه متين الف. وبعمل اهات. اتفقت معاه على اه 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 اختبطت الدماء اللي ابتدائية مثلا تلتميت الف. دا يجي هنا اقول له مسلا اتفقت على طبعا البنود دي بتبقى موجودة. بنقول مسلا البرفورمانس بوند. اتفقت معها مثلا عن نصف مليون اتفقت مع البنك على مليون الفاصيلة بتاعتي Advanced Cam والBeat Cam والPerformance Cam ومتحس باقي باقي هنا لو انا بشغال زي ما انتوا شايفين المثال بتاعنا هنا اهو لما بقوله Request فباقي هنا اقوله طيب اهو LG خبالك بقى انا كنت مدي لي الBeat Bond Cam فانا لو رحت هنا تاني للتر اوف جارانتي او البنك الفاصيلة اجري من اهو مدي مثلا 100 الف للBeat Bond يبقى انا وخبالي ان انا مش هقدر اصدر اكتر من 100 الف خاصة بالتسهيلات اللي هي الدفع اللي هو خطاب ضمان لابتداء فمثلا انا معايا لغاية 100 الف فمثلا انا افترض ان الكاستمر ده هديله 50 الف خطاب ده هينتهي امتا مثلا ممكن نحطه في 31 او 12 وقول له اوكي خلاص انا كده كادارة مشاريع عملت request للإدارة المالية ان هي تطلع خطاب او تطلب من البنك خطاب ضمان خمتو كام 50 الف ريال ده كده خطاب ضمان ابتداء جميل يبقى احنا كده هنا ككسم project طلبنا request الإدارة المالية بالخطاب الضمان طيب فنرجع بقى تاني القسم المالية تاني هنرجع لقسم المالية هنا خلاص هتروح على الكاش اند بانكا مانجمين فبتروح على الليتر اوف جارانتي وتفتح الليتر اوف جارانتي جميل جدا لما فتحت الليتر اوف جارانتي شايفنا يا جماعة الخمسين الف بتاعنا هو اللي جاي اللي منين من الارجينال project اهو بصو كده معايا جاي اللي من الارجينال project واده الرقم واده الريكوستر جايز كل شيء موجود في خطاب او الطلب جاي اللي كان بخمسين الف وجاي اللي من إدارة المشاريع طيب باجي هنا طبعا الطلبة هو transaction date request كل البيانات بتاعت اللي الخطاب الضمار باجي هنا بقى انا طبعا كقسم مالية بعمل له ايه بعمل له submit to bank يبقى انا قسم المالية خلاص ادارة المشاريع لطلبة الطلب باجي هنا كقسم مالية وقول له submit to bank باجي هنا انا بقى هنا بقى طبعا في الادارة المالية اقول له ده اي اتفاقية طبعا كل دي اتفاقية احنا عاملين اتفاقية بكم في البنك اهو اللي هي اللي ايه بتلتمية الف فيها شايفين اهو ده اللي هو agreement number اشن دي agreement بتاعنا 222 فطبعا انا بدي حطاب ضمان اللي هو اللي هي البيت باونت حطاب ضمان بتدقي فبس select ده وقول له اوكي خلاص انا كده بعدت اختبط ضمان للايه للبنك كده بعدت اختبط ضمان للبنك طبعا انا بعمل print لاختبط ضمان ودي شاشة الفاينتس طيب خلاص الفاينتس ارسلت خطاب الضمان للبنك واستلمته قاعد يوم ولا حاجة وخلص في البنك وبعدين جالي تاني طب انا هنا باجي اقامل ايه باستلم باستلم تاني باستلم تاني الخطاب الضمان طبعا النار ده طبعا بيكتب عندك مثلام 10 ويضع العمولة بتاع البنك مثلا على خطاب الضمان ديت وليكن 100 جنيه بحط العمول هنا لما بعمل اوكي السيستم هنا بقى بمجرد من عملته اوكي هينشئ لقيد العمولة فاكرين انا لما رحت هنا واحنا شغالين طب نعمل اوكي ونشوف لما اعمل اوكي شايفين قال لي number of voucher posted of journal راح مرحل لقيد يومي مش انا قلت هنا ان العمولة عندي متريال العمولة عندي كام متريال طيب اهو بتاعي متريال البنك عشان يصدر لي خطاب الضمان راح واخد راح دفع متريال طب المتريال ديت المفروض ان هي تطرحل في حساباتي يتأثر معي على المصروف المصروف اهنو اهو يا جماعة اعالو كده نرجع تاني مع بعضها همشين بالراحة خالصة مش احنا هكولنا عاملين هنا في الاعداد بتاعتي في البوستنج بروفايل ان لما 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 البنك ياخد عمولة هيصدرها لهنا هيعمل البوست هنا ففعلا هنا طيب عايزين نتأكد عمل ولا ما عاملش نتأكد ازاي يعني السيستم انشأ كده بالمتريال ولا ما انشأش زي ما قلت انت هتروحوا للجيل الجيل اللي ده المستوضع اللي بيترمي في كل الترانزاكشن اهو لو دخلت هنا لا الصوت راحي باش مهندس طب دلوقتي مستمعني الو 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 الاتقاء الو